لا يعود تابعين حبتي في الله بنجدد اللقاء مرة تانية مع تابعين جليل والحقيقة سيرتهم والمواقف اللي احنا بنحاول ان احنا نسلط الأضواء عليها أكيد دي دروس تربوية جميلة جدا وعالية جدا بنتعلم من خلالها قد ايه الجيل اللي تربى على ايد الصحابة والصحابة اللي تربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم هي سلسلة من النور كلها بتوصل لبعضها انت بتوصل من الاصل من الشمس الكبيرة والشمس بتوصل للي بعدها واللي بعدها بتوصل للي بعدها ولذلك النبي عسلم قال خيروا الناس قرني لانهم كانوا اقرب الناس للنور لنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنور القرآن ونور السنة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كلما تقرب من السنة ولذلك شوف هدي يقول ايه طب ما احنا بعيدنا قوي احنا على بعض اكتر من 1400 سنة لأ لان النبي حب بيقرب لك المسألة صلى الله عليه وسلم فبيقول لك ما تحزنش اذا كنت انت بعيد في السنين او في العمر من بعد النبي على السلام لكن سنته موجودة وكتاب ربنا موجود فعشان كده قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرق حتى يريد علي الحوض يبقى كان النور كله في عهد النبي على السلام اكبر قدر من النور في حياة الصحابة اللي كانوا قريبين من مصدر النور ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم تبقى الاجيال اللي جاء بعد كده في الكتاب والسنة موجودين قربوا هتنوروا قربوا ربنا هكرمكم قربوا هتلاقوا نفسكم بفضل الله يعني فعلا خير أمتي اخرجت للناس تعالوا نلتقي النهاردة مع تابعي جليل وهو صلة ابن أشيم العدوي حياة الراجل ده قصته عجيبة جدا هو تابعي مخضرم تابعي مخضرم عاش في زمن النبي واسلم لكن ما شافش النبي فلما ما شافش النبي اعتبر ارتابعي وحنا قلنا ان الصحابة لازم يقابل النبي يؤمن ويموت على إيمانه لانه لو ارتد بعد وفاة النبي خلاص ما بقاش صحابي هذا الرجل كان عابدا زاهدا كان من عباد الليل وفارس من فرسان النهار كان بيصلي من حبه للصلاة كان مولع جدا بالصلاة وقراءة الكرآن وقيام الليل والصيام لدرجة يا جماعة انه كان يفضل يصلي لحد دم لما يجي على السرير بتاعه والفراش بتاعه يوصل له زحفا مش قادر يقوم على رجليه من كثرة ومن شدة القيام في نفس الوقت كان مربي فاضل وكان معلم قضوة وانت عارفين كما قال علامة ان انت لما تحس تتعلم من عالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه يعني بتتعلم من احواله من خشوعه من توكله من طقوى من ايمانه من عبادته قبل ما تتعلم من علمه والكلام اللي هو بيقوله سبحان الله تحالوا نشوف كوصة عهيبة جدا توضح لك قد ايه الراجل ده كان مولع بالعبادة وكان محب جدا للعبادة وحب للعبادة ده فرعا من محبتي لله سبحانه وتعالى يعني كونوا انه بيحب العبادة دي بقى اكيد هو بيحب ربنا لانه مين يدعمروا بالعبادة دي الله سبحانه وتعالى ففي يوم الايام كان خارج في غزوة يعني في غزات الى بلاد كابل كان نفسهم يفتحوا البلاد ديت عشان يدخلوها الاسلام وهو ده هم المسلم كما قال ربيب بن عمر لرستم قائد جيوش الفرس لما قال له من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة فهم خارجين اللي بيحكي الكصة ده وحد اسمه جعفر ابن يزيد جعفر ابن يزيد بيقول احنا كنا خارجين في غزاء الى كابل واحنا راحين هناك بيقول كان معانا صلة ابن اشم العدوي قاله انا طبعا اول مرة التقي بيه لكن بسمع عنه كلام كبير جدا بسمع ان هو ما شاء الله في قيام الليل ايه وصيام ايه وعبادة ايه وقراءة قرآن وذكره حاجة الله اكبر يعني لتركة انه كنت اسمع ان هو يفضل يصلي لحد ما يقدرش يرجع لفراشه الا وهو زحف على ايده ورجليه من كتر ما رجليه بتورم من شدة العبادة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى قال لكن لما خرجنا ودخلنا على بلاد كابل كده عشان نغزوها حبينا نستريح في مكان ما فلما استريحنا فجأت بصلاة ابن أشام بعد الصلاة العشاء مباشرة وصلاة السنة رح ايه رح دخل نايم الف خذلت اصاباني غبني شديد جدا ايه اللي حصل ده معقوله هو ده اللي انا بسمع عنه ان هو ما شاء الله قيام وعبادة وصلاة يروح ينام بعد العشاء لا 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 ده اكيد انا سمعت الكلام غلط او اندحك علي وبعدين قلت في نفس ايه طب ما ترقبه شوفه يعمل ايه وشوف احواله عاملة ازاي الف دلت المرأب وعمل نفس ان انا نايم ومفتح عين ومغمد عين كده لحد اما الناس كلها نامت وصلها فجأة بيبص يمين شمال الكل نام رح عايم بالراحة وراح متسلل كده زي القطط كده اخذ بالك وراح خارج من المعسكر بتاع الجيش ده وراح داخل في الغابة وسط الاشجار والزروع كلام ده بالليل وداخل الغابة الف اتسحبت ومشيت وراه جعفر بن يزيد بيحكي القصة بدك جميلة جدا انا لعن نفسي بحب اسمع القصة دي قوي فبيقول مشيت وراه لحد اما داخل الغابة استخبيت وراه شجرة فلقيت ودخل واتوضى واخت معشوة مية اتوضى وصف قدميه بين يدي الله وصمى وبكاء ونحيب وعمال بقى قمة في الخشوع بيقول فجأة حصرت مفجأة لا تخطر على قلب بشر ايه المفجأة اللي حصرت؟ بيقول فجأة لقيت اسد صوته بيصدع الجبال حاجة صعبة جدا اتعرف طبعا الاسد عامل ازاي يعني فبيقول فجأة لقيت صوت اسد والاسد ده متاجه نحو صلة بن اشيام قال اما عني انا عن نفسي انا طبعا اول من نسبات صوت الاسد على طول رح تطالع فوق الشجرة خفته من الاسد بيقول فلقيت الاسد بيقرب من صلة بن اشيام الحكاية دي بحكاية الامام الذهبي في كتاب سير العلامة النبالاء بيقول لياته بيقرب من صلة بن اشيام بيقول فظننته ان الصلة هيترك الصلة ويجري عشان يلحى نفسه وطبعا هو مش يلحى لان ده اسد يعني صلعته قوي جدا بس بيقول على الاقل يعني هياخد بالاسباب ويجري بيقول فلم يتحرك قلت مش ممكن الراجل ده في ايه بالزبط بيقول والاسد رحمه قرب منه وصل العمال بيصلي وبيبكي وانا بقول في نفسي ايوه دي الوقت هيكله شويتين الاسد يبعد شوية ويوم داخل علي تانقول هيكله دلوقتي لا المرة دي اكيد هيكله مش هيسيبه يعني وكل ده والاسد عمال يقرب وصل عمال يصلي ويبكي وفجأة راح الاسد قعد جنبه ومقربلوش وصلها ولا كأن حاجة حواليه ولا كأن الحواليه ده مثلا قط صغيرة وفضل يصلي وكمل صلاته بكل هدوء وسكينة سبحانك يا ربي شوف لما الناب بيقول واجوعي لاتكر تعيني في الصلاة لما الواحد النهاردة دبانة بتيجي عليه هو بيصلي بيفضل يعني عايش في صراع ومشاكل عشان خاطر دبانة ودوة سبحان الملك ده اسد عمال بيزأر وصوت الاسد أصلا يعني يصدع القلب ورغم زلك لم يتحرك فضل يصلي لحد ده مكمل الراكعتين بتوعه ومطولوا براحته وأول ما سلم راح باصص للاسد وقال له التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث أبا الحارث ذي كونية الاسد ده اسم من أسماء الاسد فقال له التمس رزقك في مكان آخر أنا ما يعني ما ينفعش تكوني أنا راجل بعبد ربنا وقريب من ربنا فما ينفعش تكوني لأي حد تاني قال جعفر فذهب الاسد وصوته وزئيره يصدع الجبال وفضل صلة ابن أشم يكمل صلاته وعمال شغل ما شاء الله بكاء ونحيب وغشوع بين يدي الله وفضل كده لحد قبل الفجر بحوالي مثلا ساعة وراح داخل المعسكر وراح متغطي وكأنه نايم طول الليل لشان ما حد الشعرف أنه كان بيصلي قيام الليل نزل جعفر من على الشجرة ومشي ورا صلة ودخل المعسكر وقال يعني يا دوب نام ساعة عشان يوم يصلي صلاة الفجر قال فنظرت إلى صلة فكأنما يعني كان نايم على الحرير كأنه نايم على الحرير أيم ولا كأنه كان بيصلي قيام الليل ولا كأنه تعبان ولا أي حاجة قال أما أنا فبي من التعب ما لا يعلمه إلا الله سبحان الله الواحد لما بيقعد يتأمل في قصة زي كده بيقول حاجة حجيبة جدا هل ممكن إنسان يوصل لمرحلة من خشوعه وحبه لله سبحانه وتعالى ومن عبادته إن ربنا سبحانه وتعالى يصخر ليه المخلوقات زي كده دي حصلت على فكرة كتير جدا ومن ضمن المواقف الجميلة اللي اتفكراني من الموضوع ده سيدنا سفينة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في يوم الأيام كان نراكب مركب مع بعض الناس والمركب غرقت وكل الناس غرقت إلا سفينة تعلق بلوح خشب ووصل لجزيرة والحكاية بيحكيها الإمام الحاكم الحاكم بسند صحيح إنه وصل لجزيرة فلما وصل للجزيرة قال له الحمد لله أنا وصلت المكان يعني عشان نشوف إيه إذا كان فيه ناس عيشين في المكان ده أو لا لا بيقول ففجأة لقيت قدامي أسد يعني تخلص من البحر لا قدامه أسد بيقول فلما نظرت واجدت أمامي أسدا فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أعظم من خوفي من ذلك الأسد بيقول فقربت وما خفتش معين القصف البشر إنه مش عيب إنه يخاف ولا حرام إنه يخاف من أسد ده أسد يا جماعة طب وهو مش مطلوب إنه إحنا نخاف من ربنا أكتر أيوة الفرق بنخوفك من حاجات اللي زي كده وبنخوفك من ربنا إنه خوفك من الأسد ممزوج بالكر أنت بتكرهه لأنه ممكن يموتك لكن خوفك من ربنا ممزوج بالحب ووضح الفرق يا جماعة بيقول فالأسد فدل يبصلي ويمشي قدامي وكأنه بيقول لي تعالي امشوا هراي أنا وصلك للي أنت عايزه ربنا بيسخره لأن ما من دابة إلا هو الله إلا هو آخذ بناصيتها ما تخافش ده سيدنا يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت والمولى عز جل يوحي إلى الحوت أو يرهم الحوت ده بأن يونس عليه السلام ليس لك طعاما ولا غذاءا وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما إوعى تاكله فما يكلوش خلاص حتى لو كان الحوت دجعان ما يكلوش بأمر من الخالق سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم فشاهد في الموضوع إن سفينة رضي الله عنه وارضاء فضل ماشي وراء الأسد والأسد يوصل من حتة لحتة ويرجع يبصره كأنه بيقول له امشي وراي بيقول فضلت ماشي وراي لحد دما شفت دخان طالع فعرفت إن في ناس قاعدين في المكان دوات قال فنظر إلي الأسد ورأيت الدموع في عيني وكأنه حزين لفراقي الله الناس دي كلها يعني أكيد أكيد من قربهم من ربنا وحبهم لربنا وعباداتهم لربنا ربنا سخرهم الكون ده عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة مليانة بالأسود والأفاعي قال لهم لا عليكم ما تخفوش ما فيش مشكلة ثم نادى نادى أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها العقارب إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود وتحمل ولدانها وخرجت الحياة وتحمل ولدانها وأفسحت الطريقة لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار إن الكون ده كله عارف مين هو ربنا وعارف مين هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي قال كذا كما في السلسلة الصحيحة ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصات الجن والإنس هم دول بس اللي ما يعرفوش النبي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة كبيرة قوي ربنا قادر يسخر لك الكون ده كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقى هنا تسبحهم كانوا بيسمعوا صوت تسبح الطعام في إيد النبي وكانوا بيسمعوا صوت تسبح الحصى في إيد النبي والجزع حن للنبي لفراق النبي والحديث في البخاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وضاف يوم القام لما أرسل جيش عشان يحارب على بعد شهر من المدينة المنورة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الجيش كاد أن يهزم وإذا عمر بن الخطاب وقف خبة الجمعة مرة واحدة ترك الخبة ورحمة استديره وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل يعني يا سارية اللي هو قائد الجيش إلزم الجبل بعد شهر يرجعوا ويسألهم عمر بن الخطاب كيف صنعتم في حربكم قالوا والله كدنا أن نهلك كدنا أن نموت لو لأن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل فتحصننا بالجبل وجعلنا الجبل خلف ظهورنا وقاتلنا الأعداء فانتصرنا فقال ابن عمر هو أمير المؤمنين عمر هو اللي كان بيقول يا سارية الجبل ربنا تولى استوصيل صوت عمر بن الخطاب لحد دم يوصلهم على مسيرة شهر ويوصل هناك ويتحصنوا بالجبل وانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب اللي لما عمر بن العس فتح بلاد مصر وكان أهل مصر في هذا الوقت لهم عادة سيئة في شهر بقونا كانوا يجيبوا جارية من أجمل النساء ويجملوها بالذهب ويروحوا يدوا الأهلها بتقلها دهب ويرموها في النيل عشان يرضى النيل عنهم عشان تفيد المياه بتاعته وكان النيل كان نزل 16 متر والمية خلاص أجدبت وأهل مصر لا يستطيعون أن يقيموا في هذه البلد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بمياه النيل فلما المياه جفت خلاص الناس تاني يوم حضرين نفسهم أنهم يمشوا خلاص من أرض مصر وإذا بالمفاجئة عمر بن عاصل لم يسمع الكلام ده وقالوا له لازم نعمل كذا وكذا ونجيب بنت نشتريها وندفع تمانها دهب ونحليها بالذهب ونرميها في النيل إرضاءا لنيل قال هذا لا يكون في دين الله وإن الإسلام يجبه ما قبله مش ممكن ده كلام ده كله جاهلية وده شرك بالله سبحانه وتعالى أن نحن نعتقد أن النيل ينفع من دون الله وأرسل الرسالة لعمر بن الخطاب قال لقد أنصفت وأحسنت وإن هذا لا يكون في دين الله وسأرسل إليك رسالة فإذا وصلتك ستجد فيها بطاقة فإذا وصلتك البطاقة فألقيها في نهر النيل وتوصل لرسالة وفيها البطاقة مكتوبة عليها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن خطاب إلى نيل مصر بيكلم نيل مصر أما بعد إن كنت إنما تجري من قبلك بجدعانتك أنت يعني وبتدينا الماء دي جدعان منك فلا تجري مش عايزينك تجري وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك أهل مصر خلاص شايلين المخالب بتاعتهم ومشين تاني يوم رحلين من أرض مصر مش قادرين يعيشون وإذا بالنيل يفيد ستة عشر مترا في ليلة واحدة من أطاع الله طوع الله له الكون كله هم كالملائك في السماء